بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم من ناع للخير معتد أذيم أتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا وَلَا يَسْتَثْنُونَ فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا فتنادوا مصبحين أن اغدوا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرث قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين أسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون إن للمتقين عند ربهم إن للمتقين عند ربهم جنات جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم خاشعة أبصارهم ترهقهم ظلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك فاصبر فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكذوم إذ نادى إذ نادى وهو مكذوم لولا أن تداركه لولا أن تداركه نغمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين